2018-2019 عبر مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في كافة النواحي العسكرية شرع اليوم الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي شرع في زيارة عمل وتفتيش إلى ناحية العسكرية الثانية بوهران الزيارة استهلت من مدرسة التخصص في المطاردة بالمشرية فبعدما رسم الاستقبال استمع سيد الفريق رفقة لواء مفتاح صواب قائد النحية العسكرية الثانية إلى عرض شامل حول مهام المدرسة ومختلف نشاطاتها كما تفقد بعض المرافق الإدارية والبداغوجية على غرار مختلف المدرجات وقعات الدراسة ومحاكي الطيران وعين السيد الفريق مدى تنفيذ التوجهات والتوصيات التي أزدها خلال زياراته السابقة إلى المدرسة السيد الفريق أكد ضرورة مواصلة بذل الجهود والمثابرة للحفاظ على جاهزية الأفراد والعتاد في أعلى مستوياتها ليتلقى بعدها طياري المدرسة من إطارات ومتربسين حيث هنأهم على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في مجال التكوين حثا الجميع على أن يكونوا في مستوى تطلعات المنتظرة منهم وبالفرقة الثامنة المدرعة استمع سيد الفريق إلى عرض شامل قدمه قائد الفرقة حول هذه الوحدة الكبرى ومهامها الرئيسة كما استمع إلى عرض آخر قدمه قائد اللواء السادس والثلاثين مشات آلية شكرا شكرا هذا وسيشف السيد الفريق غدا يشف على تمرين بالذخيرة الحية تنفذه وحدات من الفرقة الثامنة المدرعة ووحدات أخرى من اللواء السادس والثلاثين مشات آلية يحل غدا بالجزاء